اسمح لسيادة اللواء عشان جالنا دلوقتي بيان من وزارة الداخلية طبعاً تعارفين احنا في شهر يناير فأكيد زي ما هي كل سنة ومحاولاتهم طبعاً اللي ما بتتوقفش وبرغم انها ولا لها يعني سند ولا لها شعبية ولا لها تواجد على الأرض لكن زي ما كنا بيقول من يومين هو كل هدفهم وحلمهم ان الناس تنزل في الشارع فوضى بقى يبقى فيه اي حاجة يبقى ليهم مدخل على الأرض فالمهم من وزارة الداخلية بتقول انه في اطار جهود الوزارة اللي كشف مخاططات جماعة الاخوان الارهابية والدول الداعمة لها واللي بتهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية رصد قطاع الامن الوطني اطلاع واحدة من اللجان الالكترونية التركية الاعلامية قامت باتخاذ واحدة من الشوء في منطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوق تحت غطاء شركة سيتا للدراسات اللي أسستها جماعة الاخوان الارهابية بدعم من دولة تركية كانوا بيقوموا بإعداد تقرير سلبية بتتضمن معلومات مغلوطة ومفابركة حوالين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستوى الداخلي والخارجي أكدت المعلومات تولي التركي إيدغان عثمان قال بلك إيدغان عثمان قال بلك ده هربون ده مش موجود وبعض العناصر التركية والإخوانية هم دول اللي كانوا بيتولوا إدارة مقر اللجنة الإلكترونية عندنا وتم سيئزاني بتأمن الدولة العليا وتم استهداف المقر المشار لي وتم ضبط الأشخاص بقى اللي أقول لحدكم عليه في تركي في طبعا اللي بيدير الموضوع ده هربون بقول لحدكم اللي هو إيدغان عثمان لكن أحد الأشخاص برضو الجنسية التركية تم القبض عليه هو حلمي مؤمن مصطفى بلجي ده مدير مالي بالإضافة بقى لتلاتة آخرين عناصر إخوانية حسين عبد الفتاح محمد عباس وحسين محمود رجب وعبد السلام محمد ويعني بعض التفاصيل والأجهزة طبعا أول مستندات اللي تم التحفز عليها كمبيوتر موبايلات مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنوبية وعلم تركيا هل هو إتم حتراتكم ما الشيش؟